من أولى الأولويات يعني خاص الأسر يعني تصيغ برنامج يومي مع الوليدات فدروري خاص يكون برنامج يومي ما يكونش عندنا يعني عشوائية يعني متان احنا يلا فيقين الصباح شنو غادين ديرو شنو غادين يخدموهم على الوليدات شنو غادة شنو ما غاد يدار لا فمزين يكون برنامج طبيعا كين كين الاساتيدة ديال الابناء ديالنا مشكورين اللي كي تصددوا لهذا الشأن التعليمي فيما يخص تعليم عن بعد فكين عندهم اوقات قارة فتنشدوا ذوك الاوقات ديالهم تنبرمجهم داخل ذاك البرنامج القار اليومي وطبيعا من الصباح العشية تنذيروا لقليم تتي استيقظوا الوليدات امتى تتكون عندنا ما محصة ديالانشطة فوقش اه يعني ممكن الحصة ديالتعلم الى اخيره لحثنا بعض والدين يعني في موضوع التعلم عن بعد يعني كي ضلوا نهار كله كي ساليهم مع الاستاذ كي بقوا يعني كي ستريسي والوليدات بواحد شكل كبير يعني في الدراسة 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 لا فخاص يكون فواصيل خاص يكون يعني انشطة انشطة داخلية اضافة الى الاباء خاص ينهجوا في نظر ديالي استاذا واحد الامر اللي هو مهم هو اه ديغون فوصاتيخ ماشي تنقول لك اه بشي تنقول لك اه بشي تنقول لك اه خاصنا خاصنا يعني نربيه مشروع ديال طفل مرتاشي بمعنى انا والوليد غايقولي ابابا ايلا بغيت ندير هادي اعطيني هادي لا تكون الاية معكوسة مثلا الوليد لا تقيدي بالبرنامج ولا نضابط ولا دار لدوفوه غدياله في الوقت هذا فكي خاصني فبهذا الشكل هادا غادي تموتيفا الوليدات وغادي ويسهل علينا ان احنا عمليات الضبط ويعني وتمر الامور ان شاء الله بسلام عوليدتنا فكين مجموعة ديالانشيطة ومجموعة ديالالرياضات اللي ممكن الوليد يفرح في هاتك الفضاء اللي بسيط فانتي او عفونا هاتك الفضاء اللي صغير على سبيل المثال عدنا ما يسمى بالالعاب العائلية شنو كنقصده بالالعاب العائلية هادي الالعاب يعني كنشريوها الوليدات او لا كنخدموها احنا كاشغال تربوية كاشغال يدوية وكنخدموه بحال شكل ديال المونبولية غير باش نتقلب بكل المثال بحال شكل ديال بعض الالعاب الشعبية ضامة فهمتي يعني الامور اللي كتة اللي الوليدات كي يلعبوها وهو مجال سيف الطبلة وحتى احنا ككبار ممكن اللعبو معهم وبعض الالعاب الورقية انتي انضيف لك حتى استاذا وهذا امر موهم حتى الاشغال يدوية فماشي دائما يعني حتى الوليد يميبقاش حيتش نوليك يخلي الطفل يمشي دائما دائما البرطابل جوج عوامل اولا عامل الفراغ اللي هنما عنده مغيدي طب يتحل در يخصوه شي حاجه بشيط لها وعامل تاني هو واحد احنا ما كنعطوهش القدوة باش نكونوا واقعين فلا يعقل على ان الاب ولا الام نهار كله هو شد البرطابل اللي شداده وتطلب من الوليد يقرأ مثلا قصة ولا يقرأ شي حاجه او اللي يتعلم شي لغة